افتتح محافظ القاهرة إبراهيم صابر ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه المحافظة بتعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمونيرة وذلك بمشاركة أكثر من 22 شركة لتقديم ما يقرب من ألف فرصة عمل داخل القاهرة وخارجها وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجي وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية كأحد محاول رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية الحديثة مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف